كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشرارة التي أطلقت حربا هي الأطول والأوسع جغرافيا في تاريخ الولايات المتحدة فمن أفغانستان إلى الشرق الأوسط واجهت القوات الأمريكية المنظمات الإرهابية محققة انتصارات كان آخرها استهداف زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في أكتوبر الماضي واستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في يناير الماضي الإيرانيون بعد هزيمة داعش باتوا أكثر جرأة وعدوانية في المنطقة وكانوا مسؤولين عن عدد من الهجمات وقتل سليماني كان ضروريا على الرغم من كل الانتقادات للرئيس فلم تسجل زيادة للهجمات الإيرانية الإرابية إلا أن قتل سليماني وأبو بكر البغدادي لم ينهي الحرب على الإرهاب التي حققت مهمتها الأساسية بالتوصل إلى اتفاق السلام مع طالبان في أفغانستان وتراجع نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا لا أعتقد أنه ستكون هناك إجابة واضحة حول متى ستنتهي الحرب إلى أن يتخلى الإسلام الراديكالي عن العنف ويتبنى الإصلاحات وعلى الرغم من تحقيق الانتصارات العسكرية والأمنية وقرار تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق يؤكد قادة البنتاجون أن التهديدات في المنطقة لا تزال قائمة ما يحتم مواصلة المهمة هناك للقضاء على الإرهاب مع إحياء الأمريكيين ذكرى أحداث 11 من سبتمبر كل عام يعود السؤال الأساسي هل اللولايات المتحدة باتت أكثر أمنا بخوضها الحرب على الإرهاب؟ معظم الأمريكيين يعتقدون ذلك بالفعل وإن كانت غالبيتهم تؤيد إنهاء تلك الحرب بأسرع وقت ممكن من البنتاجون وفا إجباعي الحرة